بس بصراحة اريد نسأل هل هناك اعتراض من ايران على علاقتنا مع التحالف الدولي او مع السعودية اولا ليس من حق احد ان يعترض على العراق على علاقاته ولم نجد اعتراض من ايران على اي علاقة للعراق مع اي دولة علاقتنا مع امريكا او التحالف الدولي ليست ضد ايران وعلاقتنا مع ايران الجميل الاسلامية الجارة ليست ضد التحالف الدولي وكذلك علاقتنا مع السعودية ليست ضد إيران وعلاقتنا مع إيران ليست ضد السعودية ننطلق من المصطحة الوطنية العراقية وفنالك مصالح مشتركة بين الدول قدرنا أن نكون في منطقة دائما فيها صراعات وملتهبة الشخصية العراقية والمكان العراقية وأرض العراق محل احتزاز واحترام كثير من الدول وأغلب دول العالم هذا يجب أن نستثمر ونستغلها في حل خلافاتهم ونساعدهم العراق قام خلال فترة الواحد وعشرين باجتماعات مهمة بعضها أعلنت الحكومة وبعضها لم تعلن على الأراضي العراقية بين الدول جارة لم تلتقي منذ سنوات يعني غير السعودية وإيران؟ نعم غير السعودية وإيران حصلت اللقاءات على أوض بغداد مجاود اللقاء هو كسر لحاجز عدم اللقاء ومن ثم تسيير الأمور قد تطول سنة وسنتين ولكن البداية هي صحيحة والنوايا صادقة العراق ينطلق من نوايا صادقة أن استقرار العراق يبدأ من إنهاء الخلافات الدول الجوار فيما بينها ترجمة نانسي قنقر